موسيقى هنا القدس 2 دول الشتات ونقول تعلن المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية نوى عن انطلاق فعاليات العدد الثاني من سلسلة هنا القدس للفنان الفلسطيني الراحل محمد غازي عميد المطربين وذلك يوم غد الأحد الموافق 16-11-2014 الساعة السادسة مساء في قصر رامالله الثقافي ويشمل الحفل الافتتاح بالإضافة إلى الاسطوانة الممغنطة معرضا للصور الفوتوغرافية وفيلما قصيرا عن دور الفنان محمد غازي وأثره في المشهد الموسيقي الفلسطيني والعربي يتبع حفل الموسيقي تقدم خلاله مجموعة نوى للموسيقى العربية التي تضم أعضاء من البقيعة في شمال فلسطين إلى غزة هاشم في الجنوب بقيادة الفنان باسل زايد وضيوف الشرف لبنى سلامة وعلاء عزام تقدم ثماني قطع غنائية من ألحان محمد غازي ومقطوعتين موسيقيتين من الألبوم الأول للفنان الراحل روح الخماش وتنظم هذه الفعالية في أربع مدن فلسطينية أخرى خلال شهور الأربعة القادمة تتم هذه الفعالية بدعم من مؤسسة عبد المحسن القطان ومجموعة الاتصالات الفلسطينية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والتربية في منظمة التحرير وبلدية رمالة محمد غازي محمد غازي هو محمد غازي عبد العزيز حسين أبو شويش من قرية بيت دجن قضاء يافا موليد 1922 بدأ نجمه يظهر كمطرب درجة أولى أواخر ثلاثينات القرن الماضي في إذاعة هنا القدس وإذاعة الشرق الأدنى حيث كان من حفظة التراث الموسيقى العربي في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين من مؤشحات وأدوار وقصائد هجر إلى لبنان بعد النكبة ليستكمل مشواره الفني مطربا وملحنا وأستاذا للغناء العربي الكلاسيكي تتلمذ على يديه كبار المطربين والمطربات كما سيظهر في الفيلم القصير لاحقا ورافق الأخوان الرحباني والسيدة فيروز في كثير من أعمالهما الغنائية لحن العدد كبير من المطربين والمطربات ولحن وغنى مئات الألحان في مختلف القوالب الموسيقية العربية سجل بصوته آلاف الأعمال الغنائية لرواد النهضة الموسيقية العربية أمثال سيد الصفطي وعبد الحي حلمي وسلم حجازي وزكريا أحمد له مئات التسجيلات الإذاعية والبرامج التلفزيونية في المحطات العربية توفي في 16-3-1979 في بيروت أثر سكتة قلبية هذا أول شكرا وعن الإرث يعني علاقة الفن بالإعلام ما قبل النكبة يعني سيد نادر عفوا علاقة الإعلام يعني عملنا هذا ما علاقته بالإعلام يعني نحن نوثق لأعمال أو لفنانين فلسطينيين ما قبل النكبة للحقيقة على مدار سبعين عام تم تجاهل عن غير قصد طبعا الإرث الموسيقي الكلاسيكي في فلسطين قبل عام 1948 وتم التركيز على التراث الشعبي يعني نشأت عديد من الفرق التي تهتم وتروج للتراث الشعبي ونسينا عن غير قصد أيضا التراث المديني كان في فلسطين قبل عام 1948 تراث مديني ثقافي نهضوي نشيط لعل إذاعتين هنا الكدس وإذاعة الشرق الأدنى كانتها السبب الرئيس في استقطاب عديد الموسيقيين الفلسطينيين والعرب أجهض هذا المشروع بعد جائحة النكبة عام 1948 وتفرق الموسيقيين والعازفين والمنتجين والمخرجين إلى دول الشتات والعواصم العربية بعد أن كانوا قد كسبوا خبرة طويلة في العمل الإذاعي بشكل خاص والعمل الإنتاجي بشكل عام من يافا إلى حيفا إلى القدس فتلقفتهم الإذاعات العربية وبدأوا باستكملوا دورهم في الإنتاج الموسيقى في العالم العربي إنما لم يضاء على أسمائهم وعلى مشاركة الفلسطينيين لأن أولويات الشعب الفلسطيني بعد عام 1948 تغيرت بالتالي كان الاهتمام شبه معدوم بالموسيقى المحترفة في فلسطين قبل عام 1948 وما بعد عام 1948 دور الإعلام الآن هو إضاءة يعني مساعدة جهودنا في استعادة ذاكرتنا الفنية وضحض رواية الآخر في أن فلسطين قبل عام 1948 هي كانت مجموعة من الكرة الريفية المتخلفة وبعض التجمعات البدوية إنما كان في فلسطين مدينة تنافس مدن البحر الأبيض المتوسط كانت يافا من برثقافي وإعلامي وفني تستقطب الموسيقيين والإعلاميين والشعراء من مختلف الدول العربية فهذا هو الضور الآن يعني هذا هو أحد أهداف برنامج هنا القدس الذي نقوم فيه في مؤسسة نواتر أطلق بالعصر الضهر والموسيقى أطلق بالعصر الضهر والموسيقى بالعربية من الوصوليات كانت قدر نحسن أنه وسجل لحر من محمد غازي شكرا